في الدولة الجزائرية وفي إطار استرجاع الأموال المنهوبة في زمن العصابة تمت مصادرة مجمع الإسمنت التابع لرجل الأعمال السابق علي حداد وفروعه والمؤسسات التابعة له لصالح الخزينة العمومية وجميع القرارات المصيرية التي تخصه أصبحت من صلاحيات الدولة جاء هذا القرار في الوقت المناسب من أجل إعادة بعث هذه المؤسسة التي أصبحت مؤسسة عمومية وبالتالي لما نقول جاء في وقته الوقت الراهن مع التغيرات التي تحدثها سواء على مستوى الداخلي أو على مستوى المغاربي وحتى الأفريقي نحتاج إلى مؤسسات في أشغال العمومية قوية وبالتالي يمكن دمج هذه المؤسسة يتيارش بها التي أصبحت الآن عمومية بعدما يتم إعادة تنظيمها من جديد وإعادة ترتيب البيتها ودفع الديون معلها من الديون والاستحقاقات سواء لزبائنها أو الاشتراكات للضمان الاجتماعي وبالتالي يتم إعادة بعثها ويمكن مستقبلا دمجها مع المؤسسة العمومية الموجودة في الأشغال العمومية لتكون مؤسسة واحدة قوية القرار سينجر عنه تأميم المجمع والشركات التابعة له لتصبح مؤسسات وطنية تسير من طرف الدولة مما يستلزم إعادة هيكلته من جميع النواحي نعم نعتبرها خطوة أولى في طريق استرجاع الأموال التي أصحابها يتابعون قضائيا تتبعها خطوات أخرى مع مؤسسات أخرى هذه البداية كانت مع مؤسسة تياراشبي تعتبر مؤسسة كبيرة للحجم سواء من العقارات المنقولة والغير منقولة أو كذلك من العمالة حجم العمالة التي تمتلكها عدد كبير من العمال يشتغلون في هذه المؤسسة وبالتالي خطوة مهمة جدا جدا تتبعها خطوات أخرى لمؤسسات أخرى في التنتظر كذلك خطوة مهمة اتخذتها الجهات القضائية الجزائرية تمثل قفزة كبيرة في استرجاع ما تم نهبه في ظرف سنوات طويلة تنتظار باقي ملفات الفساد ترجمة نانسي قنقر